السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناتنا اهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة ووصفة جديدة رجعناها لكم اليوم بوصفة لكل متابع نظام حياة نظام صحي بوصفة ذات قيمة عالية قيمة غذائية ان شاء الله تلقوا فيها الفائدة اللي انتو تتمنوها اللي هي فصولية حمراء بصدر الدجاج فاهلا وسهلا بكم ومشاهدة ممتعة نتمنىها لكم بالبداية عنا حلاع النار فيها لدرين ماي مالها من جد الزيتون الزيتون بساعد انه بيعطي لمعه على الفاصولية وبيعطي انه الطنجرة بنحافظ على ماهده ما يتغير لون هون عندي فاصولية يابسة بنقاها انا عندي من اربع خمس سنين بنضيفها على المي وبنحطها بنستنى عليها لتاخد السوء المطلوب ممكن انا لو مستاجر بطبخها بحط بضيف عليها مالها من كربورنات السوديوم بتساعد انها تستوي بسرعة هون في ملاحظة انه كل ميت غرام من الفاصولية الحمرة بتحتوي على تلاتة عشرين بونت تمان وستين بروتين وعننا بتعطينا دهون صفر بونت خمسة منخفضة الدهون جدا سعرات حرارية ميت سعر حراري لكل ميت غرام نتركها لتستوي وبنرفعها على جانب وهون عنا صدر دجاج شريحتين من صدر الدجاج ونضيف عليهم ملح خشن بنتبلهم فقط بملح بنقلبهم هلا الجنب التاني ونفس الشي بنضيف عليهم الملح ما شرط نوع الملح بس انا المتوفر عندي هو ملح خشن هلا بنجيب كم وراءة من البعدونس نفرمهم بشكل ناعم كيف ما انتم شايفين هون قربت صبايا ما حد انتبه بنكمل بنحاول انه ناعمهم بالشكل المطلوب حتى نضيفهم على الخليط هيك تمام نرفعهم على جنب حتى نكمل بنحاول باربيكيا وبودر التوم وشوية ملح هون عندي معلقة من الناشا بضيفة على طحين طحين سادة ما عليهم اي شي هاي البجبة ما فيها بهارات كتير قلنا بس باربيكيا وملح وبودر التوم هون انا ضفت البعدونس على البق سماء حتى يتجانسوا مع الخليط هون وهلا عندي بيضة بكسرها هون بضيف عليها شوية ملح وبحركها وهلا بنبلش في المرحلة التالية اللي نتبل اللحمة والخليط اللي اتنا منها هون انا حاولت انه انتج الصفار بالبيض بشكل كويس هون هون بهاي المرحلة بناخد صدر الدجاج بنعمله ماسك بنغطسه في البيت اول شي بالبيت بعد هاي بناخده على الطحين بنطبله بشكل مليك بحيث انه كل جزء من اللحم يتغطى بالطحين بالنشا بعدين بنحاول بنرجعه طبق البيت مرة تانية لازم ياخد زي ما حكينا بكل مكان حتى انه ما نحط في البقسمات كل جنب من اللحم ما ااخد حقه من البقسمات والبهار نضغط بشكل منيح لازم نضغط بشكل كتير منيح حتى لما نحطه بالزيت ما يقع منها ما يفك ما يسقط نضغط عليها منيح النكهتها هتكون كتير مميزة خصوصا مع البق دونس هون بنقول انه سدر الدجاج بنكرر طبعا هون نفس الحركة اللي عملناها بالقطع الاولى بنقول انه سدر الدجاج غني جدا بالبروتين اول شي عنا سعرات حررية سعرات الحررية مش عالية لكل متغرام صدر الدجاج فيه عنا 181 سعر حراري عنا بروتين الصدر كتير عالي 24.7 الدهون مش عالي عنا 8.28 هلا هون بنعمل نفس الشي في البقسمات حتى انه كل جزء مثل ما قلنا ياخد من البقسمات ياخد من التوابل ياخد منكها وبنضغط كتير مني حتى ما توقع وبهيك بيكون هاي المرحلة خلصت حصلنا على هات الشكل وننتقل على المرحلة التانية هون عنا حبتين من فلفل واحدة خضرة وواحدة حمراء طبعا فلفل هلو بنشيل البزور واللب بنشيله على جنق المنتاج الفسرة بنقول انه هون الفلفل لكل ميتغرام عنا 18 رسل الحراري عنا 1.18 وعنا صفر دهون يعني هون مفيد جدا لكل نظام غدائي طبعا مفيد للدم بشكل كبير هون بناخد الفلفل شرائح بالطول متل ما انتم شايفين شرائح بالطول حتى نحصل على ضلع اطويل بعدين نعمل مكعبات نقطع بالعرض لان نتحصل على متعابات متشابهة متساوية تقريبا وهلا بنحطه مع جنب ونجيب الفلفل الخضرة نقطعها بشكل مختلف نوعنا نفس الشيء نقطعها من نص ونشيل منها اللب والبزور بنحطهم على جنب بالقطع الثاني نفس الشيء وهلا بردو هناخدها بالطول بدون اي اختلاق شرائح بالطول بعدين شرائح بالعرض ونستنى من التعريف التطيع ثانية احنا بدنا ايها بهذا الشكل مكعبات صغيرة وبهيك نكون تمام جهزة معنا بنحطها في طبع على جنب بنشوف شو راح يصير معنا بالمرحلة الجاية فلفل جدا مفيد تسوى على نظام صحي نظام هدائي للاطفال الكبار فلفل يحلو بالذات غني جدا بالعناصر ويتامينات ماغنيسيوم كالسيوم مقوي جدا للدم خلق عنا هون بمقلاية على النار او على الجنة بنحط زيل زيتون وبعدين بنجيب صدر الدجاجة الجاهزنا قبل شوي ما بنخلي الزيت ياخد حرارة كتير لعنه زيت الزيتون ما بتحمل حرارة طول بشي تماما بنحط صدر الدجاج بالزيت بتكون حرارة طبعا حرارة متوسطة مش عالية ولا مخافضة لو كانت مخافضة هيشرب معنا الزيت لو كانت عالية ما راح يستوي وراح ينحرق هون حرارة متوسطة متى ما انتم شايفين نتركه على الوش الاول ثلاث دقائق ونص بالزبط بعدين بنلف على الوش الثاني متى ما انتم شايفين اخد اللون بسرعة كبيرة هون بطلع كتير كريسبي منجوه كتير جوسي ما ناشف هون على الوش الثاني بطعا نفس الشي ثلاث دقائق بعدين بنلفه للمرة التانية لهم اي او نص اي او نص لكل الوش مش اكتر من هيك هون انا بالوش الثاني مزلت الحرارة لان كنت بدينه يستوي من الداخل وبهيك بيكون جاهز ونجهز هون الفصوليه حطينا عليها ملح وحطينا عليها مالاة من الكمون وبنجيب الفليفل اللي جهزناها قبل شوي برشها على الوش بدون اي اضافات بدون اي شي متى ما قلنا انو هي الفليفلة ما محتاج اي اضافة هي غنية بكل الغناصر بنجيب هون كمان معنا نص للمونة وبنجيب قطع تجاج اللي جهزناها قبل شوي مضيفنا شوي مضيفنا شوي مضيفنا شوي مضيفنا شوي مضيفنا شوي مضيفنا شوي ومضيفنا شوي وصلنا للشكل نهاي لطبع اليوم دجاج دونه كثير منجوه من برغة رسبي طبع كير مفيد صحي مضيفنا شوي مضيفنا شوي نظام صحي راح يستجيل من هذا الطبع كتير ارف صحيحة مفيد ارف صحيحة مفيد نتظروا انشاء الله بباع واصفاق جاية Thank you We will do You will do We will be We will do All B Now و rom Congrats Asiness Thank you شكرا